وأيضا مشاهدين عشان نعرف أكثر عن المبادرات اللي صايرة في السعودية معانا من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بالمملكة صباح الخير أستاذ وحياك الله يسعد صباحك أستاذ عبد الرحمن يا أهلا والله الله يصبحكم بالخير والنور والسعادة ويصبح كل مشاهدي الأم بي سي أستاذ عبد الرحمن يمكن كثير قاعدين نشوف فيديوهات مغلوطة بهذه الفترة أن في مواد غدائية غير متوفرة للجميع وصار في خوف عند الناس من هالشي خلينا نتكلم بداية عن هذا الموضوع طبعا الحمد لله وزارة تجارة من البداية وهي تقوم بجولات للتأكد من وفرة المخزون ووفرة السلع من قبل هذه الأزمة العالمية أزمة كورونا وهي تقوم بعملها باستمرار وهو ضمن أحد أنشطتها الرئيسية التأكد من وفرة السلع والمخزون كذلك فكانت دائما الرسائل تطمينية تأتي لمستهلك وما نشاهده اليوم من أطمئنان عند المستهلك هو وعي ورقي ولم نشاهد أي حالة تدافع أو استهلاك جائر هو نتيجة لهذا العمل الحمد لله تكامل بين الجهات الحكومية في تعزيز ووفرة الأمن الغذائي ومخزونه الذي شاهده المستهلك الآن بوفرة كبيرة في كل الهايبر ماركت وتشاهده الوزارة أيضا من خلال رصدها ومتابعتها اليومية مع المستوردين ومع الموردين ومع كبار التجار والمستودعات والمخازن وأيضا منافذ البيع فالحمد لله هي نتيجة طبيعية لعمل دولة تحرص على مستهلكيها وتؤمن لهم كل احتياجاتهم في هذا المجال تحديدا يعني هناك عمل دؤوب بين كل جهات الدولة خاصة وزارة التجارة والنيابة العامة وكثير من الجهات على رصد كل شائعات تؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية تم رصد فيها عدد من التغريدات للأسف كانت مغلوطة وتثير الشائعات وتنشر صور للعيد عام 1435 وتقول هذه أمس وقبل أمس كانت في أحد الهايبر ماركت أيضا أحد مقاطع الفيديو يعني دخل لمتجر وكان يعيد ترتيب بضاعته وكان أحد رفوف فاضية في انتظار المنتجات الجديدة فصوره وقال لا توجد منتجات وتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقه لذلك احنا دائما ندعو يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يتحرون ويتحققون ويدققون ما يكونون فقط ناقلين لأي صورة تجيهم قد تكون هذه الصورة من أعداء الوطن الناس اللي ما يبغون الطمأنينة والسكينة لهذا الوطن ويبغون يبثون الشائعات والأراجيف لذلك احنا نقول دائما ونؤكد أنه جماعة تحققوا وتأكدوا إذا قال لك أحد والله في زحمة رح المتجر الآخر يوميا وزارة التجارة في كل مناطق المملكة تنشر على حسابها في تويتر وعلى حسابي أيضا التسوق في الصباح وهذه تقريبا عندنا أربع مبادرات سوتها الوزارة في موضوع التسوق المبادرة الأولى اللي هي تحسين الإجراءات في التسوق اللي تكون مطابقة لإشتراطات الصحية بحيث يكون الدخول للهايبر ماركت أو التموينات على شكل مجموعات وما يكون فيه تزاحم في الداخل بحيث أنه حجم هذا الهايبر ماركت هو اللي يحدد عدد الأفراد اللي يدخلون مثلا 25 20 30 يتسوقون وبعدها مجموعة أخرى تجي بعدهم ويكون فيه يعني المسافات الاحترازية في الاستفاف سواء كان عند الصناديق المحاسبة أو في الخارج تكون المسافة الموصبة بها طبيا بين متر إلى مترين يكون أيضا هناك إجراءات التعقيم إجراءات فحص الحرارة إضافة إلى إجراءات الاهتمام بالنظافة العامة لسلال التسوق وبدأنا بالأمس بالتعاون مع جمعية مؤن للتمينات الغذائية وجمعية الكشافة السعودية في أن الكشافة كمتطوعين بخبرتهم وجهودهم يكونون في الأسواق ويتعاونون في ترتيب وتعقيم وتنظيف وكل ما يستلزم من أن تجربة العميل في التسوق تكون رائعة ممتاز طيب أستاذ عبد الرحمن مؤخرا زاد الضغط على التطبيقات للشراء أونلاين كيف تعاون مع هذه التطبيقات من قبلكم وهل فيه تنسيق لإحتواء الطلبات المزايدة للتوصيل المنزلي طبعا المبادرة الثانية التي فيه قطاع تجارة التجزئة والتموينات ومشتريات واحتياجات المواطن والمقيم مبادرة تطبيقات التوصيل تعمل وزارة التجارة باستمرار مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمة المواطن والمقيم وراحتهم وهم في منازلهم بل تجاوز ذلك إلى أكثر كثير من هايبر ماركت أعطوا خصومات لمن يطلب وهو في منزله عبر هذا التطبيق فترة منع التجول مثل ما تعلمون المطاعم ما تشتغل وكثير من التطبيقات هي أصلا توصيل من المطاعم اجت معنا مع هيئة الاتصالات ومع التطبيقات التوصيل وتم الاتفاق على أنهم يتوجهون بكامل طاقتهم إلى التوصيل من التموينات والمخابز ومحلات اللحوم والخضار والفواكه واللحوم والأسماك والدواجل فالحمد لله خففت هذه كثير من الأعباء على المواطن والمقيم وتمت هذه التجربة كان في بداية المنع كان في 12 تطبيق فقط مسجلة في هيئة الاتصالات أمس تم ترخيص لعشرة تطبيقات أخرى صار عندنا 12 تطبيق كلها تستطيع أنها توصل قد يشتكل بعض من طول المدة قد يشتكل بعض أن أحد التطبيقات ما فيه إمكانية نحن ننصح على طول بالتوجه والبحث عن خيار التطبيق آخر لأنه فعلا بعض الأحيان المشكلة اللي واجهها المستهلك أنه يعني لما أطلب شيء من الأونلاين يعطيني أنه بعد يومين بعد ثلاث أيام يوصلني فيمكن هذا اللي يخلي الناس يتجهون إلى الهايبر ماركت أكبر فعلا فعلا وحضر التجول وفي حالة في حالة رجمت على مدار الساعة إيش خطتكم بشأن المخزون طبعا في حالة في حالة أنه يعني لم يجد هذا المستهلك تطبيق في اللحظة التي يحتاجها هناك الوقت المتاح والمسموح به ووزارة التجارة أطلقت هاشتاغ اسمه التسوق في الصباح من خلال تجربة مراقبينا وتجربة الهايبر ماركت أنه الفترة من 6 صباحا إلى 11 صباحا المتاجر والمنشآت والهايبر ماركت تكون مناسبة التسوق فيها بشكل كبير معدل وقوف الحمد لله حتى لو كان الحضر طول اليوم الحمد لله المخزون كافي ووفير والسلع متوفرة بكل أنواعها قد يكون هناك ارتفاع نسبي في بعض الأسعار عشان نكون صريحين ولابد نكون واضحين في هذا الجانب هناك ارتفاع عالمي بفعل هذه الأزمة هناك تأثر لحركة الاستيراد حركة التصدير هناك تأثر لحركة الشحن حركة النقل رسوم التأمين أيضا في كل العالم لديه سلع يكثر عليها الطلب شهدت ارتفاعات أنا أؤكد فقط على جزئية التسوق صباحا معدل ما يقف فيها المتسوق عند صندوق المحاسبة في الصباح من 6 إلى 11 تقريبا أقل من 3 دقائق أو 3 دقائق لكن من 12 إلى الساعة 3 أو تحديدا من 2 إلى 3 قد يقف المتسوق أمام صندوق الكاشير بين 20 إلى 30 دقيقة فعندما تتسوق صباحا وفرت عشرة أضعاف الوقت اللي تحتاجه ووفرت من وقتك واستفدت أصلا يعني في التباعد والبعد عن الزحام شكرا لك أستاذ عبد الرحمن حسين المتحدث الرأس نقص مزارة التجارة يعطيك ألف عافية شكرا لك